كيف يفعل من أصابه هم أو غم؟ في المسند وصحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وشلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن أيها الإخوة، اللهم إني عبدك وابن عبدك هناك عبد القهر وهناك عبد الشكر وشتان بين العبدين عبد القهر بحكم أنه في قضة الله حياته بيد الله رزقه بيد الله مرضه بيد الله صحته بيد الله زواجه بيد الله استمرار حياته بيد الله كن فيكون زل فيزول فكل إنسان مسلم أو غير مسلم مؤمن أو غير مؤمن مستقيم أو غير مستقيم موحد أو مرحد في قبضة الله لأن كل إنسان في قبضة الله بأي ثانية ينهي حياته يقطع رزقه يصيبه بأمراض وبيلة إذاً هو في قبضة الله هذه عبودية ولكنها عبودية القهر قال تعالى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ لكن الإنسان إذا عرف الله اختياراً بمبادرة منه محبة شوقاً واستقام على أمره وأقبل عليه وتقرب إليه بالأعمال الصالحة هذا عبد آخر هذا عبد الشكر إن عبادي عبد الشكر يجمع على عباد بينما عبد القهر يجمع على عبيد وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ أَمَّا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ أيها الإخوة النقطة الثانية اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك إليه يرجع الأمر كله أنت في قبضة الله ناصيتي بيدك ضربات القلب بيدك الشرايين بيدك انسداد الشرايين بيدك سيولة الدم بيدك الخسر بالدماغ بيدك ناصيتي بيدك رزقي بيدك صحتي بيدك زوجتي بيدك أولادي بيدك من حولي بيدك من فوقي بيدك من تحتي بيدك الأقوياء بيدك الطغاة بيدك المؤمنون بيدك ناصيتي بيدك هذا هو التوحيد أن ترى أن كل أمرك عائل إلى الله التوحيد علاقتك مع جهة واحدة أروع ما في هذا الدين أن علاقة المؤمن مع جهة واحدة هي الله يرضي الله فإذا أرضى الله أرضى الله عنه كل القلائق وإذا أحب الله ألقى محبته في قلوب القلائق وإذا هاب من الله ألقى هيبته في قلوب القلائق وإذا اتصل بالله جعل الله علاقته بمن حوله من أعلى ما يكون هذا التوحيد الدين توحيد فلذلك من علامات أنك عبد لله أنك تلتزم طاعته وتلتزم الخضوع له والإنابة إليه وامتسال أمره واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه والعياذ به وأن لا تعلق قلبك بغيره بل تحبه وتخاف منه وترجوه وتعظمه هذا معنى العبودية لله عز وجل هذا معنى عبد الشكر أيضاً أن يا ربي عبدك من جميع الوجوه والإنسان المؤمن عبد لله صغيراً كان أو كبيراً حياً أو ميتاً مطيعاً أو عاصياً معافاً أو مبتلاً عبد لله بقلبه بجوارحه بلسانه من معاني العبودية لله ليس لك من شيء الأمر كله لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لو تعمقنا كثيراً في مفهوم العبودية النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة وصل إليها بشر عند سدرة المنتهى قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى العلاقة عجيبة كلما خضعت لله رفعك الله كلما تذللت أمامه في مناجاتك أعلى قدرك ورفع ذكرك وثبت عدوك ووفقك ونصرك من معاني العبودية أن كلما تملك لله تعالى يعني مرة واحد سأل العالم قال له كمي الزكاة قال له عندنا أم عندكم قال له عجيب ما عندنا وما عندكم قال له عندكم ربع العشور أما عندنا العبد وماله لسيده هذا معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين المؤمنون الصادقون السابقون السابقون أوقاتهم لله قدراتهم لله خصائصهم لله طلقة ألسنتهم لله حكمتهم لله رحمتهم من أجل إكرام عباد الله من معاني العبودية لله أنت الذي مننت عليه بكل ما أنا فيه كلك حسن من حسنات الله يجعلك من أب أو أم من نعمة الله الكبرى أعطاك سمعاً وبصراً من نعمة الله الكبرى أعطاك عقلاً أكرمك بزوجة تسرك إن نظرت إليها تحفظك إذا غبت عنها تطيعك إن أمرتها أعطاك أولاداً يملؤون البيت فرحة أي أنت مننت عليه بكل ما أنا فيه هذا معنى العبودية هذا ما يقول عنه علماء القلوب الفناء يعني فني في محبة الله كل ما أنا فيه يا رب من إنعامك شيء آخر من معاني العبودية أنني لا أتصرف يا رب فيما خولتني من مال ونفس إلا بأمرك والعبد الصادق الأمين المخلص لا يتصرف إلا بإذن سيدي وإني لا أملك لنفسي نفعاً يا رب ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً هذا من معاني العبودية لله عز وجل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك من منا يملك حواسه بأي لحظة يفقد أحد أعضائه بأي لحظة قد يفقد عقله الأب المحترم يسعى من حوله أن يضعوه في المستشفى في مستشفى الأمراض العقلية عقلك بيده ناصيتي بيدك أنت المتصرف كيفما تشاء أما أنا لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً أيها الإخوة قلوب العباد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن أي هذا الذي أمامك القوي بيد الله فإذا كنت مع الله ألقى هيبة عليك هذا الذي يريد أن ينال منك بيد الله لا يستطيع أن يتحرك إلا بإذن الله عز وجل فلذلك حتى الأقوياء الطغاة موتهم وحياتهم بيد الله عز وجل هذا الذي قاله سيدنا هود فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أخواننا الكرام الدين توحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد الدين أن لا ترى مع الله أحداً الدين أن ترى أن يد الله تعمل وحدها الدين أن ترى أنه لا يقع شيء في الكون إلا إذا سمح الله له أن يقع كل شيء وقع أراده الله سمح له أن يقع وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالقير المطلق متى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد بيد الله وحده يصرفها كيف يشاء عندئذ لا يخاف أحداً إلا الله الموحد قوي الشخصية، لا يتضعضع لا يتذلل، لا يستخزي، لا ينبطح، لا ينافق لا تضعف شخصيته أماما، إنه مع الله اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت متى شهد العبد أن ناصيته بيد الله وأن نواصي العباد بيد الله أيضاً يصرفها كيف يشاء، لم يخفهم ولم يعلق أمله عليهم ولم ينزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مقهورين المتصرف فيهم هو الله والله المدبر شؤونهم فمن شهد هذا المشهد صار فقره إلى ربه لازماً له كل من في الكون بيد الله أنت إذاً افتقر إلى الله لذلك الصحابي الكرام في بدر فوضوا أمرهم إلى الله وافتقروا إليه فانتصروا قالوا الله فالله تولاهم هم هم ومعهم سيد الخلق في حنين قالوا نحن كثرة لن نغلب من قلة فتخلى الله عنهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته عليكم أيها الإخوة من شهد هذه المعاني لم يفتقر إلى الناس ولم يعلق أمله عليهم ولم يرجوا ما عندهم لذلك إرغب فيما عند الله يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يغضب إن تركت سؤاله لذلك سيدنا هود إِنِّي تَوَكَلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بالمناسبة كلمة على إذا جاءت مع لرض الجلالة تعني أن الله ألزم ذاته العلية بما جاء في الآية إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أي أن الله جل جلاله ألزم ذاته العلية بأن يكون على صراطٍ مُسْتَقِيمٍ بالاستقامة وعلى الله قصد السبيل ألزم الله ذاته بهداية الخلق ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ماض في حكمك عد في قضاءك يعني إذا حكم الله على عبد وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفساً أيها الإخوة إن ربي على صراطٍ مستقيم مع أنه قوي أيام القوي ليس مستقيماً القوي لا يخشى أحداً لا يعلق أهمية على أحد لأنه قوي لكن عظمة الله عز وجل هو قوي هو قوي وعلى صراطٍ مستقيم له الملك وله الحمد أيها الإخوة هو على صراطٍ مستقيم في أقواله في أفعاله في قضائه في قدره في أمره في نهيه في ثوابه في عقابه خبره صادق قضاؤه عدل أمره كله حكيم أيها الإخوة كما قالوا الشريعة عدل كلها رحمة كلها مصلحة كلها حكمة كلها أية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة من الحكمة إلى خلافها من العدل إلى الجور من المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل أيها الإخوة ماض في حكمك عدل في خضائك هذا الحديث الرائع لمن أصابه غم أو هم أعيد عليكم نص الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً فلذلك طبيعة الحياة الدنيا فيها متاعد فيها أحزان فيها هموم فالمؤمن إذا أصابه هم أو حزن عليه بهذا الدعاء الذي علمنا النبي إياه والحمد لله رب العالمين